من أكثر الاستفسارات رغبة لدى كثير من المستخدمين لدى الألعاب هي تصميم لعبة الأونلاين طبعا حاليا راح نبدأ معاكم بإذن الله هذه السلسلة اللي راح بإذن الله تتقدم معانا في دروس متسلسلة حول تصميم لعبة كاملة هي خاصة للمبتدئين ولكن لا يمنع استخدامها لدى المتقدمين حياكم الله في أول درس في سلسلة المالتيبلاير جيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف حالكم شباب معاكم جيمز ديزاينر هذه هي الحلقة الأولى من الحلقات الخاصة بالمالتيبلاير أو الأونلاين طبعا أنا فكرت كثير بطريقة إنشاء هذه اللعبة أو أقدر أفيدكم في هذه اللعبة فتوصلت إنحنا خلونا نبدأ من البداية يعني راح أفيدكم بإذن الله بلعبة بسيطة مبسطة أونلاين يقدر يفهمها المتطور المتقدم وبرضو اللي توى داخل عالم الانريل انجين يعني راح تكون إن شاء الله هذه اللعبة خاصة بالمبتدئين في حالة إنك شفت إنها فيها أمور ثانية ما تعلمتها ممكن تفيدنا فيها إن شاء الله في الكومنت طبعا أول ما ندخل عند إبيك جيم ستور هنا مثل ما نشاهد طبعا هذا الستور يختلف عن الويب سايت ويعبارة عن برنامج ويتقوم أنت بتثبيته فيحتوي على العديد من المميزات أنا ما راح أشرح هذا البرنامج لأني شرحته أتوقع في حلقة خاصة بالإريل انجين ولكن إذا حبيته أفيدوني بالكومنت وراح إن شاء الله أحاول أشرح لكم هذا البرنامج أو الإبيك جيم ستور بشكل مفصل طبعا أول ما يفتح لك حيفتح لك عند نيوز حتلاحظ هنا عندنا آخر الأخبار وهو إن ريل انجين 5.3 يعني تم انطلاقه بشكل رسمي طبعا ما زال إن ريل انجين في طور التطوير وهذا يعتبر آخر تحديث وصل لإن ريل انجين فعندك هنا مثلا سيمبلز بعض الأمور اللي تم الحديث عنها في إبيك جيم ستور والإن ريل انجين وبرضو هنا عندي الماركت بلايس المواد اللي بإمكانك تشتريها واللي ممكن بعض الأحيان تمزل بشكل مجاني عن طريق الماركت بلايس وهنا عندنا اللايبراري أو المكتبة طبعا المكتبة هذي حنتكلم عنها كثير هي خاصة لك أنت فأي نسخة من انريل انجين تقوم بتثبيت حتلاقيها في المكتبة أي باكيج تقوم بشراءه أو بالحصول عليه مجانا حتلاقيه برضو في المكتبة فنخش على المكتبة الآن حنلاحظ هنا فوق انجين فيرجين طبعا كل الإصدارات اللي أنت قمت بتثبيتها حتلاحظها هنا موجودة طبعا أنا حاليا مثبت 4.24 اللي اشتغلنا عليها في لعبة العالم لمفتوحة تعليمية وبرضو بقية الإصدارات اللي اشتغلنا عليهم في إصدارات مختلفة من ضمنها 5.2 اللي اشتغلنا عليه بلعبة السيوف وفي آخر واحدة لو هو 5.3.2 فهذا آخر إصدار وتحديثاته ما زالت مستمرة سلسلة الملتيبلاير راح تكون للإصدار الخامس إذا حبيتوا أن نحن نعملها على الإصدار الرابع إن شاء الله بعد الانتهاء منها راح نعمل لكم واحدة ثانية مختلفة كليا عنها خاصة للإصدار الرابع ولكن هي ما في فرق يعني بإمكانك تعملها هنا أو تعملها هنا عادي المسألة واحدة طبعا هيختلف معاكم من ضمن الواجهة من ضمن تغيير النمطي للأيقونة أو للكود البرمجي الخاص لإنريل إنجين ولكن البرمجة واحدة أما الكود البرمجي أو النمطي المتغير هو اللي شوية حيوديك دوامة عليك أنك تفهمها يعني وأتوقع أن نحن تكلمنا عنها في أتوقع موضوع التغيير النمطي للإنريل إنجين فهنا مثل ما قلنا لكم راح نفتح معاكم إنريل إنجين 5.2 وإنت بإمكانك تستخدم أي إصدار من إصدارات 5 أول ما يفتح معانا هذا المستكشف اللي هو الخاص طبعا بالإنريل إنجين 5 طبعا يختلف اختلاف شوية بسيط عن إنريل إنجين 4 فأنا شاهد هنا عندي عدة تقسيمات هذه التقسيمات أتوقع أن تكلمنا عنها برضو من ضمنها ريسينت بروجيك الملفات أو المشاريع اللي أنت حاليا تشتغل فيها يعني أو الموجودة عندك إحنا طبعا ما راح نفتح مشروع جاهز فراح نبدأ مشروع جديد فنروح إلى جيمز جيمز هنا حيعطيك برضو تصنيفات لأنواع الجيمز اللي أنت راح تشتغل عليها طبعا من ضمنها الفيرست بيرسن من ضمنها الثيرت بيرسن توب داون بيكل هاندهيلد وما إلى ذلك فلآن هذه اللعبة لعبة ملتيبلاير وراح نضيف عليها أمور استحداثية فراح نأخذ بلانك بلانك معناته جديد ما في أي شيء من المواد الثانية هذه إحنا اللي راح نستحدث جميع الأمور اللي نحتاجها في هذا المشروع فنضغط على كلمة بلانك هنا حتلاحظ بعض البيانات الخاصة بالبروجيكت من ضمنها هل تود استخدام البلو برينت أو السي بلاس بلاس فتحدد طبعا لاحظ أنك في حالة أنك استخدمت البلو برينت ممكن تستخدم السي بلاس بلاس وفي حالة انك استخدامت السي بلاس بلاس ممكن تستخدم لبلو برينت ولكن يفضل استخدامهم قبل لانه حتى لا تتعافي عملية اعدادهم هنا برضو عندنا نوعية التارغت الخاص بالبلاتفورم سواء عندك الخاص بالموبايل او الدسكتوب فراح نستخدم الدسكتوب هنا عندنا برضو الكواليتي طبعا عادة يستخدم المكسيمة بعض الامور الثانوية اللي ممكن نستغني عنها منضمنها ستارتار كونتنت هذه بإمكانك تضيفها للمشروع بإمكانك تلغيها طبعا هي عبارة عن بعض الانوار والإضاءات والمكعبات والمواد اللي بإمكانك تستفيد منها داخل المشروع ولكن بما اننا راح نستخدم مشروع فاضي بلانك فما راح نحتاجها لانه راح نضيف هذه المواد من بكيجات خارجية برضو عندنا هنا مكان حفظ المشروع وعندنا اسم المشروع فنسمي اسم معتبر حتى نستطيع نستطيع عليه في حالة البحث فنسمي هنا باسم مالتيبلاير جيم وسمي انت بقي اسم تحب طبعا بإمكانك تفصل ما بين الكلمات هنا بالشرطة السفلية اي شرطة ثانية او اي رمز اخر ما راح يقبلوا يعني لو اضبت هنا الشرطة الوسطية هنا سيعطيك خلل انه البروجيك تنا نيم ماي نوت كونتين دي فولور او فالوين كاركترز فيعطيك بعض الاخطاء فنضيف مثلا الشرطة السفلية وهي المقبولة عند الانريل انجين فنقول له هنا create بعد ما يفتح عندنا البرنامج طبعا تعودنا على شكله من لعبة السيوف او من دورة السيوف العملية بسيطة وقمنا بشرحها بشكل مبسط في حلقة خاصة بالانريل انجين طبعا عندنا هنا الكونتينت براوزر واللي يحتوي على المواد اللي نقوم بتثبيتها او الباكيجات حتى تقوم بتثبيتها بشكل افضل تروح عند ويندوز ثم الى الكونتينت براوزر وتضغط على رقم واحد حيث ثبت عندك بشكل نهائي واذا حبيت انك تقفل وتضغط على علامة الاكس هنا الان عندنا فقط الانجين وعندنا الكونتينت طبعا حاليا في الكونتينت ما في شيء الملف فاضي في مطلق الاحوال اي مبارمج سيبدأ من هنا من نقطة صفر ويقدر ان يبرمج المواد اللي يحتاجها ثم في النهاية في نهاية المشروع يقدر يضيف الباكيج او البيئة اللي يحتاجها فهذا البيئة تكون شكل مؤقت حتى ينتهي من جميع او بناء جميع المواد المطلوبة ولكن في حالتنا هذه رح نصنع لكم عالم اخر يعني ما اود ان العالم المفتوح هذا حتى لا ينضيع فيه وبرضه يستهل كرام هذا عالي جدا فمن داخل الكونتينت هنا رح ننشئ فولدر نسميه طبعا باسم ماب او مابس عادي طبعا حيضيفه لك هنا طبعا في حالة انك ما رغبت بوجود الانجينز تقدر تروح عند ستنج هنا وتحذف الصح من علامة شو انجين كونتينت سيظهر لك فقط الكونتينت لانه ما رح نحتاج اي فولدر اخر بعد انشاء المابس نخش عليه ومن هنا نروح الى لفلز طبعا لاحظ انه بامكانك برضه تروح الى الفايل هنا وتنشئ نيو لفل طبعا حركة جديدة لكم نختار اللفلز هنا وراح نسمي باسم ماب شرطة اسفل ونسمي مين الماب الاساسي طبعا في حالة انك رغبت اعمل اكثر من ماب تقدر تسمي مثلا ماب واحد ماب اثنين ماب ثلاثة وما الى ذلك في حالتنا هذه رح فقط نعتمد على ماب واحد هو اللي راح يمشي معانا طول فترة البرمجة حتى نوصل الى اخر حلقة ممكن بعدها نضيف لكم ماب مختلف او نقوم بتحميل ماب خاص من ابق جيم ستور نضغط على هذا الماب وحيظهر هنا عندنا فقط الماب اللي احنا قمنا بنشاعف وراح نقول له سيف سلك اول ما نقول له سيف سلكت هنا حيعطينا علامة سودة او لون اسود معناته ان الماب اللي دخلنا فيه هذا لا يوجد فيه اي شيء حتى الفضاء والسماء والشمس والغيوم كلها غير موجودة وراح ننشئها من جديد راح نقول له فقط سيف اول وراح نزل هذا اسفل ثم افتح بجيم ستور لاني راح اعتمد على بعض الباكيجات اللي راح احملها عندي لانه هذه الباكيجات راح نستخدمها في عملية البرمجة فراح نروح الى الماركت بلايس ثم من البحث هنا راح نبحث عن باكيج مجاني جدا جميل اسمه جود سكاي طبعا في حالة انه عندك اكثر من باكيج يظهر لك بامكانك تستخدم كلمة فري هنا لانه حيقلص لك عدد الباكيجات اللي تكون مالية والتي تكون مجانية فيظهر عندنا هنا جود سكاي طبعا هذا من الباكيجات الجميلة جدا اللي يختلف عن المواد الموجودة داخل الانريل انجن فيعطيك مميزات جدا روعة وخرافية حقيقة في عملية بناء السماء والشمس والغيوم وما الى ذلك بارض بامكانك تستخدمه للامطار والبر فنقول له هنا ادتو بروجيك طبعا لاحظ انه هذا يدعم حتى 5.3 فنقول له هنا اضافة وعملية بحث طبعا في حالة انه كان الاصدار اللي تشتغل عليه مدون اصدار خمسة تقدر تحدد شو اول بروجيك ولكن في حالتنا هذه الاصدار خمسة وفوق فنقول له هنا مالتيبلاير جيم فنحدده ونقول له ادتو بروجيك ننتظر عملية التحميل تمام لو نرجع الى المشروع الان هنشاهد انه الجود سكاي موجود هنا بجميع تفاصيله وما في طبعا اخطاء طبعا راح نفيدكم ان شاء الله بكيفية استخدامه تمام الان راح ارجع برضو الى ايبك جيم ستور هنا وراح اروح الى كلمة هنا براوزر ثم احدد كاركتر راح نستخدم كاركتر واحد لللاعب والثاني يكون لي الاعداء طبعا مثلا الاحظ هنا بعضها مالي وبعضها مجاني برضو بيمكني اقلص عملية البحث هنا بالضغط على كلمة free فيظهر لك هنا فقط الباكيجات اللي تعتبر مجانية في ايبك جيم ستور ولي بيمكنك الحصول عليها باي وقت طبعا هنا بالنسبة لنا راح نستخدم جنود فعندي حاليا للأسف الجنديين اللي هنا من ضمنهم دارك ومن ضمنهم سيلفر بيمكني استخدم مثلا هذا لللاعب الاول وهذا لللاعب الثاني ولعاك صحيح يعني اذا حبيت يعني لان احنا في المالتيبلاير هذا راح ننشئ فريقين فريق يكون نفس اللاعب والفريق الثاني برضو يكون نفس اللاعب لكل واحد فيهم راح نضغط ونقوله Add to Project ولكن لاحظ هنا للأسف انه هذا الكاركتر ما يناسب الاصدار اللي احنا نتعامل وياه حاليا هو فقط مناسب لأربعة فاصلة سبعة وعشرين افضل طريقة هي كالتالي نضغط على Add to Project وهنا مطلوب مننا حاليا ان نضغط على Show All Project ونبحث عن المشروع الخاص لنا مالتيبلاير طبعا اول ما تحدد المشروع هيظهر لك هنا رسالة ان هذا لا يتناسب مع الاصدار اللي انت تتعامله معه حاليا هو هنا قال انه اخر اصدار سبعة وعشرين فنروح الى Select Virgin ونحدد سبعة وعشرين ستختفي الرسالة فهو هنا لما تختفي الرسالة سيقوم باعداد الشخصية حتى تناسب اصدار المشروع اللي انت تستخدمه فتقول له هنا Add to Project تمام لو نرجع الى المشروع الان سنشاهد انه اللاعب موجود هنا بجميع تفاصيله لاحظ انه في حالة انه في خلل فما راح تشاهد البيانات هذه هنا او المواد راح فقط تشاهد الفولدرات فمثل ما نشاهد هنا المواد والخامات موجودة معناته انه نجح في عملية النقل فنعمل نفس الحركة مع اللاعب الاخر الا وهو سيلفر فنقول له هنا Add to Project برضو نحدد ونحدد المشروع الخاص فينا ثم من Select Virgin نحدد اخر اصدار يدعمه هذا الكاركتر ونقول له هنا Add to Project برضو سيعمل نفس الطريقة سيقوم بتحميل المشروع او الباكيج الى المشروع الخاص فيك فاول ما ترجع ستشاهده برضو موجود هنا عندنا Dark و هنا عندنا Silver طبعا في حالة انه عندك شخصيات ثانية موجودة من ضمن Epic Game Store مجانيات يفضل استخدامها يفضل انك هنا ما تستخدم باكيجات من خارج Epic Game Store اذا ما كنت عارف تتعاملوا اياهم او طريقة تعديلهم فحيسبب لك ضرر ومشكلة احنا هنا نحاول نعطيكم الاسس الاولية لبناء لعبة توقع انه هذا كل شيء فقط باقي باكيج اخير على وهو الغريد الغريد هذا من الباكيجات الجميلة جدا اللي يحتوي على مواد بامكاننا برضو نستخدمها في عملية بناء البيئة مؤقتا وليس بشكل دائم يعني طبعا هذا هو الغريد سوبر ستارتر باكيج طبعا هذا يحتوي على مواد كثيرة جدا من ضمنها الارضيات واشعة الليزر وما الى ذلك بامكانك تطلع على المواد اللي يقدر يحتويها هذا المشروع عن طريق الكونتنت هنا تفاصيل جدا جميلة برضو بإمكانك تروح عند البرجيو هيعطيك ملخص كامل لأهم الأمور اللي يحتويها هذا الباكيج بالإضافة انه يدعم جميع المنصات فنقول له هنا برضو create project طبعا هنا لما تقول له لاحظ create project معناته حينشق لك ملف جديد او مشروع جديد احنا لأ نبغى يكون في نفس المشروع الخاص فينا فأفضل طريقة انك هنا تحدد مكان المشروع اللي انت تتعامل وياه فمباشرة اروح الى content وافتحه هيفتح لك المشاريع او الباكيجات اللي انت قمت بتحميلها داخل المشروع فتقول له فقط select folder والان تقول له create هينشئ لك folder خاص بنفس اسم الباكيج هذا داخل المشروع تمام انتهى الان لو نرجع الى المشروع الخاص فينا الان ونروح الى هنا هنشاهد انه موجود تمام super grid جميع البيانات اللي احنا نحتاجها موجودة فيه هذه العملية هتكون جدا مهمة عندك في حالة انك يعني رغبت بعملية سحب ملف يطلب منك فتح مشروع جديد انت هنا ما راح تحتاج الى فتح مشروع جديد لانه انت عندك مشروع جديد ولكن تحتاج الى الملفات انك تنقلها الى نفس المشروع فهذه يعتبر افضل طريقة لهذه العملية فراح نوقف هنا باذن الله حتى لا نطول مسألة الشرح ونكمل معاكم ان شاء الله في الحلقة القادمة في مسألة الاضاءة وما الى ذلك وعملية تكوين اللعب هذا كل شيء لهذا اليوم اشوفكم على خير باذن الله في الدرس القادم معاكم games designer مع السلامة اشتركوا في القناة